اشتركوا في القناة لتلميذ الأولى متوسط خليكم معنا إن شاء الله عز وجل سنستفيد إن شاء الله نقرأ النص أو السند النص بعنوان بين المسلمين الأوائل والملك النجاشي سأل النجاشي ملك الأحباش جماعة المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى بلاده فرارا من أذى المشركين واضطهادهم بمكة ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولولا في دين أحد ولا في دين أحد من الناس فأجاب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسئ الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعافافه فدعانا إلى الله نوحده ونعبده ونخلع ما كان ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الراحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد عليه أمور الإسلام قال جعفر فآمنا به وصدقناه وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبون وفتنون عن ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان فلما قهرون وظلمون وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك أيها الملك واخترناك على من سواك ورجونا أن لا نظلم عندك فقال النجشي اذهبوا فأنتم آمنون ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم من سيرة ابن هشام سؤال أول ضع عنوان مناسب لهذا النص أو عنوان بديل لهذا النص ما أبرز الأخلاق الجاهلية التي كان عليها العرب قبل الإسلام بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرب يوم بعثته لماذا هاجر المسلمون الأوائل إلى بلاد الحبشة ولماذا اختاروها دون غيرها من البلدان اشرح العبارتين نأتي الفواحش قذف المحصنة الوضعية الثانية اعرب الجملة المسطرة في النص كنا قوما اعرب الجملة كنا قوما أهل جاهلية ولا اعرب الجملة المسطرة كنا قوما طيب استخرج من النص جملة اسمية محددا أركانها علل أي بين السبب لرسم الهمزة في الكلمات الآتية سأل قائلا نأكل نسيء آباؤنا آداء لماذا كتبت الهمزة في هذه الكلمات على هذا الشكل استخرج من النص طيباق ثم عرفه استخرج من النص عبارة مسجوعة معنا فيها السجع تتضمن السجع الوضعية الإدماجية لاحظت على أحد الأشخاص من جيرانك أو من جيرتك أو من معارفك كيف تغيرت أخلاقه وتصرفاته فجأة ومن النقيض إلى النقيض اكتب فقرة وصفية قصيرة تصف فيها سلوكات سلوكه في الحالتين وتبين خلالها وأسباب هذا التحول مستخدما نمط الوصف وموظفا جملتين اسميتين مضبوطتين بالشكل تكون إحداهما منسوخة أي مسبوقة بإن أو كان أو إحدى أخواتها طيب نشوف الحالتة هذا النموذج الحالتة هذا النموذج العنوان المناسب للنص جعفر يلخص أخلاق ومبادئ الإسلام من أبرز الأخلاق الجاهلية التي كان عليها العرب قبل الإسلام عبادة الأصنام قطع الأرحام ارتكاب الفواحش إساءة الجوار أكل القوي حق الضعيف وأكل مال اليتيم وأكل الميتة وقول الزور وقذف المحصنات أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرب يوم بعثته بي توحيد الله وعبادته دون غيره من الحجارة والأوثان استدخف الحديث أداء الأمانة صلة الرحم حسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وأداء الصلاة والزكاة والصيام هاجر المسلمون الأوائل إلى بلد الحبشة فرارا بدينهم من قهر قريش واضطهاد المشركين وقد اختاروها دون غيرها من البلدان لما عرفوا من عدل مالكها وحسن سمعته شرح العبارتين نأتي الفواحش نفعل القبائح ونرتكب المنكرات قذف المحصنات اتهام المرأة العفيفة وتشويه سمعتها الشريفة الإعراب كنا كان فعل ماضي ناقص وأنه انضام المتاص المبني في محل رفع اسمه كان قوما خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره استخرج جملة اسمية وحدد أركانها أنتم آمنون أنتم مبتدأوا آمنون خبر التعليل في الهمزات الآتية سأل كتبت الهمزة على الألف لأنها وسط الكلمة مفتوحة وما قبلها مفتوح قائلا رسمت الهمزة على النابرة لأنها في وسط الكلمة مكسورة لأن الهمزة رهي مكسورة وسبقت بساكن نأكل رسمت على الآلف الهمزة لأنها جاءت في وسط الكلمة ساكنة وما قبلها مفتوح نسيء رسمت على السطر لأن ما قبلها ساكن الهمزة في آخر الكلمة نعلو الحرف اللي قبلها فقط ما نذكره حركة الهمزة إذن كتبت على السطر لأنها سبقت بساكن آباؤنا رسمت الهمزة في وسط الكلمة على الواو لأن الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن أداء أداء رسمت الهمزة على السطر لأنها في آخر الكلمة سبقت بساكن كما نسيء كيف كيف طيب استخرج طباق الطباق حرمنا حللنا تعرف الطباق هو الجمع بين الشيء وعكسه في الكلام وهو نوعان طباق إيجاب مثل وتحسبهم أيقاظ وهم رقود أيقاظ ورقود وطباق سلب مثل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله استخرج العبارة المسجوعة كنا نعبد الأصنام ونقطع الأرحام الأصنام الأرحام هذا سجع سجع طيب الوضعية مداروش طيب شوفوا النموذج الثاني النموذج الثاني بعنوان معلم الحلم الحلم قيل للأحنف بن قيس وكان مثلا في الحلم والأنات ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن قيس بن عاصم كنا نحج إليه في طلب الحلم كما يحج إلى العلماء في طلب العلم قيل وماذا كان من أمره في ذلك قال لقد حضرت عنده يوما وقد أتوه بأخ له قد قتل ابنه جاءوا بأخيه القاتل مكتوفا ليقتص منه لابنه المقتول فظل رابط الجأش ثابت الجنان فصيح اللسان قوي البيان لم يتزعزع ولم يتضعضع وما زاد على أن قال لهم ويحكم ذعرتم أخي أطلقوه وحملوه إلى أمي ولدي ديته فإنها ليست من قومنا ثم جعل يقول أقول للنفس تصبيرا وتعزيا إحدى يدي أصابتني ولم تردي كلاهما خلف عن فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي من تراث عبد الله بن الداود طيب ما هو الخلق الذي اشتهر به الأحنف بن قيس وعن من تعلمه طيب سؤال الثاني ما الحدث المثير الذي واجه قيس بن قيس كيف كان رد فعل قيس بن قيس إزاء هذا الحدث الجلل ما هو الدافع الذي أملى على قيس تصرفه ذاك وما الدليل على ذلك من قوله اشرح العبارتين ثابت الجنان قوي البيان الوضعية الثانية اعرب الكلمة الكلمات المسطرة في النص عندنا كلمة كلاهما خلف خلف وعندنا هذا استخرج من النص جملتين اسميتين منسوختين بيكان أو إحدى أخواتها علل رسم الهمزة في الكلمات العلماء والجأش استخرج من النص جناس وبين نوعه استخرج عبارة مسجوعة تتضمن سجع مبينا تعريف السجع الوضعية مررت ذا يوم بموقف مثير للمشاعر مستفز للأعصاب لكنك تحكمت في نفسك وظلت ثابتا كالجبل الراسخ عبر في بضعة أسطر وبنمط تمزج فيه بين الوصف والسرد كيف تعاملت مع هذا الموقف وكيف تجاوزت استفزازه مبرزا فلسفتك قناعتك الشخصية التي أملت عليك الموقف الذي وفقت فيه ضيط الحل الخلق الذي اشتهر به الأحنف بن قيس هو الحلم وقد تعلمه وقد تعلمه من تعلمه قيس بن حيس قيس بن عاصم الحدث المثير الذي وجه قيس بن قيس هو قتل أخيه لولده ما كان رد فعل قيس بن قيس إذا قتل أخيه لولده إلا أن ظل رابط الجأش ثابت الجنان لم يتزعزع ولم يتضعضع وما زاد على أن قال لهم أطلقوا أخي فقد أرعبتموه واحملوا إلى زوجتي دية ولدها ثم جعل ينشد الشعر الدافع الذي أمل على قيس تصرفه ذاك هو اقتناعه بأن كل من أخيه وولده يكمل أحدهما الآخر كما تكمل اليد أختها ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يتصور أن يخطط أحدهما لقتل أخيه ولكن الذي حدث إنما حدث من غير قصد وفي لحظة غضب أعمى أذهب القاتل آية والدليل على ذلك قوله كلاهما خلف عن فقد صاحبه إحدى يدي أصابتني ولم تردي شرح العبارة ثابت الجنان أي مطمئن القلب وهدي النفس الجنان هو القلب قوي البناء البيان أي فصيح اللسن البيان هو اللسان والكلام وبليغ الحجة الإعراب خلف خبر مرفوع ولم ترفعي الضم هذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع موتدأ استخرج جملتين اسميتين منسوختين كان مثلا ظل رابط الجائش ليست من قومنا التعليل في الهمزة العلماء كتبت الهمزة في أخر كلمة على السطل لأنها سبقت بساكن الجائش كتبت الهمزة على الألي في وسط الكلمة لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح استخرج الجناس وبين نوعه الحلم العلم يتزعزع يتضعضع الجنان البيان جناس ناقص لوجود اختلاف بين اللفظتين في بعض الحروف استخرج العبارة المسجوعة وتعريف السجع كنا نحج إليه في طلب الحلم كما يحج كما يحج إلى العلماء في طلب العلم فظل رابط الجائش ثابت الجنان فصيح اللسان قوي البيان السجع السجع لغة هو صوت الحمام حين يهدر وفي الاستلاح هو توافق أواخر الجمل المتتابعة في الفقرة تشابه فواصلها مما يعطي جرسا موسيقيا ويجعل العبارات منغمة بارك الله فيكم في الاخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة